اهلا بكم في نشرة اخبار سبسة مساء من قناة نادي الاهلي والى العنوى البدري يحذر المنتخب من التهاون امام الكم الفريق الاول يواصل تدريباته استعدادا للاتحاد والنجم وطرح تذاكر مباراة الاهلي والنجم الغداء اهلا بكم من جديد والى التفاصيل بدأ مسؤول النادي الاهلي صباح اليوم الاحد تلقي طلبات ترشح من انتخابات النادي والمقرر اجراؤها يوم 30 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس ادارة جديد الدورة لدورة 2017-2021 وفقا لقانون الرياضة الجديد ويثمر المرشحون في تقديم الاوراق المطلوبة حتى يوم 21 اكتوبر الجاري كاخر موعد لتلقي الطلبات بعدما حدد مجلس الاهلي برئاسة المهندس محمود طهر هذا الموعد لقبول اوراق الترشح ويتسلم موظفو الاهلي طلبات الترشح في حضور منذوبية الجهة الادارية كما تنص اللائحة وتقضي اللائحة الافترشادية والتي ستقام عليها انتخابات الاهلي بتشكيل مجلس ادارة مكون من رئيس ونائب وأميم صندوق بجانب ست اعضاء فوق السن وثلاث اعضاء تحت السن تقدر محمد ثابت عثمان فضل باوراق ترشحه في انتخابات النادي الاهلي على مقعد الرئيس وقام فضل بتشكيل اسمه كاول المتقدمين باوراق ترشحهم للمنافسة على مقعد رئيس النادي موسيقى يدرس حسام البدري المدير الفني للاهلي اراحة بعض لاعديه من مباراة الرجاء والمقررة غدا الاثنين والمؤجلة من الأسبوع الثالث الدوري ويسعى البدري لاراحة اللاعدينا قبل لقاء النجم الساحلي التونسي والمقرر يوم 22 اكتوبر الجاري في اياب دور الاربعة بدور افطال افريقيا وخرج وليد سليمان صنع الالعاب من حسابات الفريق في لقاء الرجاء بسبب اصابته بكذمة قوية في القدم وسيتم تجهيزه لمواجهة النجم اكد حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ان ثنائي الفريق عبدالله سعيد وليد سليمان سيكونوا جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة مع الفريق في مباراة النجم الساحلي الاحد المقبل واضف البدري ان السعيد يؤدي بشكل جيد في التدريبات الساحلية وسينتظم في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من اليوم كما تبدو فرص مشاركة وليد سليمان في المباراة قوية بعد اقتراب تماثله للشفاء اختفى مع الفريق الاول لكرة القدم بالاهلي استعداداته الجادة لمواجهة الرجاء غدا في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثالث للدوري واعقد حسام البدري المدير الفني الفريق قبل الميران جلسة لمدة 30 دقيقة مع اللاعبين لمشاهدة مباراة الرجاء الاخيرة امام الداخلية لمعرفة نقاط الضعف في المنافس ومن ثم التركيز عليها لتحقيق الفوز ومن المقرر ان يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين والذين سيدخلون معسكرا مغلق استعدادا لريقاء المزيد من التفاصيل حول تغريبات اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام ورئيس القناة النادي الأهلي أمير أهلا بيك أهلا بيك يا فروز وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي أمير حكي لنا عن كواليس تغريبات النهار طيب قلنا بسدي معك بس يا فروز بالقائمة طيب حسام البدري لسه أعلانها من الضلحظات للتحديث يعني قائمة مكونة من حوالي 22 لعب المقررات لغات المقرر المؤدلة من الأسبوع الثالث في بطولة الدورة أمام فريق الرضا القائمة مكونة من الشيخ إكرامي محمد السنوي أحمد عدر عبد المنعم علي معلول رامي رابعة سعد ثمير محمد هيني أحمد فتلي فسام عشور مؤمن ذكرية جونيور أجري وليد أزارو أحمد حمودي أحمد الشيخ محمد جنديد كريم ندبل أحمد ياسر ريان عمبر سليا ميدو جادر سنة سيد طالح جمعة وأكرم توفيق دي القائمة المكونة من 22 لعب اللي حيكونوا إن شاء الله متحقين من جهاز فاني خلال مباراة الغد لكن بالنسبة للموران الموران بالتحديث كده في كمان الساعة الخامسة مساء أبريد كان في محاضرة كده من كده حسام البدري بالفيديو عن طريق الرجاء وآخر مباراة لي أمام طريق الداخلية وأكيد هكذا فيها من تقاطب ضعف في هذا الفريق عشان يمكن من شاء الله ترفيج عليها من خلال اللعابي النادي الأهلي ويقتروا اشتغلوا في مباراة الغد الموران كان نهاردة موران خفيف شوية من ناحية بدانية التحديد خصوصا من خلال المباراة بكرة وأيضا كان في بعض الدربات الخورة ومع نهاية الموران كان في تأثير من شركتها جميع اللعابين بشكل جيد جدا لكن خليم بتحديد أتكلم عن بعض العادي النادي الأهلي يتيروز وبتحديد شريط إكرامي الشريط إكرامي قامت ويجد مقايمة صدتة بالموران لكن في النسبة الجيرة مش هيتم الدفع دي خصوصا من شريط يعني من إجهاد عام وبالتحديد ده في العضلة الضمى ومتنستكى فيه منها مع نهاية المباراة السابقة أمام فريق التحاد السكندري فبالتالي فيه طبعا احتماليا أن الشريط إكرامي ماتديش مباراة الغد عشان يتم تجهيزه بشكل أكبر لمباراة النجم الساحل إن شاء الله يوم ٢٨ من الصهر الجاري أيضا بالنسبة لعبدالله السعيد وليد سليمان خلاصهم ما مش هيكونوا متأكدين في مباراة الغد ومعهم أيضا إشام محمد سبب الإطابة عبدالله سعيد حالته بتحاصل مستمر إن شاء الله أيضا يتم تجهيزه سواء هو وليد سليمان أو إشام محمد لمباراة النجم الساحل ما عاد ذلك جماعة الناجي الأهلي بشاركة تدريبات وبيؤدها بشكل قوي جدا أيضا النهاردة مع نهاية المران كان فيه تدريبات إداصية لوليد أذارو بتزديد على المرمى خصوصا نحن عاكين وليد أذارو بيواجهه صوف توفيق خلال الفترة السابقة في إحراز الأهداف فتم تخصيص مران لوليد أذارو عقب انتهاء المران الجماعي بنسبة الناجي الأهلي لتأسيد على المرمى ويمكن أن أدى التدريبات بشكل جيد جدا أيضا كل العاديين متجهزين بشكل كتير جدا إن شاء الله للمباراة غدم اللي هي في عصابر بروفة قوية جدا بالنسبة للناجي الأهلي قبل المباراة الأكثر أهمية أمام طريق النجم الساحل إن شاء الله في إياد دور نسل النهائي من دور أبطال أفريكا واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للناجي الأهلي إن شاء الله أنه هو يقدر يسعد من خلال هذه المباراة لدور النائم بطلعي وضع طامن جمهوري النادي الأهلي على مروان محسن مروان النهاردة قال عنده بعض التدريبات التأهلية خلاص مروان على وشك الجهزية التامة أنه هو يكون جاهز للتدريبات الجامعية مع النادي الأهلي أعتقد أمامه حوالي أسبوعين بكتير جدا وينضم التدريبات الجامعية بالنادي الأهلي ومن ثم يكون متاح للمباراة الرسمية مع الفريق النهاردة أدى تدريبات تأهلية وبعد تدريبات الفريق بشكل جيد جدا فوضح أنه هو حالته طبعا في تحصن متمر وجاهزية متمر إن شاء الله بالنسبة للمران محسن بإذن الله يقدر يرجع فقره بقت مع النادي الأهلي ويكون دعم سطوف الفريق في مختلف البطولة أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا لك أمير كنت معينا عبر الهد فأكيدكم التوفيق في لقاء الغد أمام الرضا كشف نادر خليل مدير التصبيق بالنادي الأهلي أسباب عدم إقامة مباراة الأهلي وأتلاتيكو مدريد الأسباني الودية والتي كانت مقرر لها في شهر ديسمبر المقبل وقال خليل أن برنامج الفريق الأول المزدحم في الفترة الحالية بسبب المبارايات المحلية والأفريقية هو سبب اللقاء في إلغاء المباراة الودية وأضف خليل أنه لم يتم التواصل لاتفاق حتى الآن حول المباراة في ظل ضغط جدوى لمبارايات الفريق بعد تأهل المنتخب لكاس العالم وتأهل لنصف مهاء دوري أبطال أفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لتطوير الأداء المالي للأندية ويقضي سراج الدين خلال زيارته لألمانيا فترة معيشة بالعديد من الأندية الألمانية نظرا لما تشهده هذه الأندية من تطوير كبير في مجال تسويق الرياضي والتي عبرت عنها ميزانيات هذه الأندية وكان دكتور عصام سراج الدين قد حصل على درجة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية في جامعة حلوان موسيقى قال شيرين شمس المدير التنفيذي للنازية الأهلي أن تذكر مباراة النجم الساحلي بإياب نصف النهائي بدور أبطال أفريقيا سيتم طرحها غدا الأثنين وأضف شمس أنه تم حجز 20 ألف تذكرة لحملين تفقى المباريات والباقي سيتم طرحه على الموقع الرسمي مضيفا أنه بالنسبة لأعضاء النادي هناك دعوات وتذاكر مخصصة لهم سيتم طرحها داخل النادي في الساعات المقبلة موسيقى 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 عاد رامي البدوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنازي النجم الساحلي التونسي إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة والتي لحقت به وبدأ اللاعب في الركب حول الملعب حتى يشارك بشكل كامل في التدريبات وقال البدوي في تصريحات للصحافة التونسية أنه أجرى عملية جراحية في عظام الأمث وسيعود تدريجيا للتدريبات حتى يكون جاهز لخوض مباراة الأهلي وينتقي الأهلي مع النجم الساحلي في إياب بنصف ميائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب الإسكندرية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بهدفين مقابل هدف أكد محمد صفق سين مدرب حراس المرمى بسريق الأول كرة القدم بنادي نجم الساحلي أن الحراس الثلاثة بالفريق جاهزين لمباراة الأهلي المقبلة والتحضيرات تسير بشكل طيب وقال صفق سي في تصريحات لوسائل إعلام تونسية أن الحراس البلبولي والجبالي وأشرف كريم يتدربون على رفلات الترجيح بشكل يومي تحسب لكل الظروف مؤكدا أن فريقه جاهز للمباراة ترجمة نانسي قنقر وإلى أخبار تحاد الكرة والمنتخب الوطني حيث قرر جهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرزمتيني هكتر كوبر السفر إلى غانا يوم 10 نوفمبر المقبل لخوض اللقاء الأخير في تصفيات كاس العالم 2018 وتواجه مصر غانا يوم 12 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة للتصفيات والتي ضمن الفراعين التأهل إلى المنديال عقب الفوز على الكونغو اتنين واحد في الجولة الخامس ترجمة نانسي قنقر خوض ثلاث مباريات ودية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 وقال إيهاب لهيضة مدير المنتخب الوطني في تصريحات نسعى لإقامة مباريات ودية في هذه الفترة حتى يستطيع الجهاز الفني منح الفرصة لبعض اللاعبين وأضاف مدير المنتخب سندخل معسكرا مغلق في الشهر الأخير قبل كاس العالم وسنخوض عدد من الوديات ولكن سيتحدد أطرافها عقب إجراء قراءة المنديال والمقررة في الأول من ديسمبر المهدد ترجمة نانسي قنقر كشف عبد المنعم شط المدير الفني لاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه لا عقوبات أو غرامات على مصر في حالة الاعتذار رسميا عن المشاركة في كاس الأم الأفريقية للمحليين وقال شط أن منتخب مصر صعيد بشكل استثنائي بعد نقل تنظيم البطولة من كينيا إلى المغرب وبالتالي لا توجد عقوبة عليها في حالة الاعتذار لأنه لم يكن متأهلا من الأساس وعدت أنه في حالة اعتذار مصر رسميا سيتم العودة إلى اللائحة ومعرفة كيف سيتم اختيار بديل لها للمشاركة في البطولة المقبلة أعلن نادي أمبي اليوم الأحد اختيار إهاب جلال لتدريب الفريق البترولي بعد استقال الطرق العشر بسبب تراجع النتائج ومن المنتظر أن يقود إهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقصة تدريبات امبي مساء اليوم الأحد ويقود إهاب جلال فريقه امبي في أول لقاء ضد المقصة الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة للدوري ويضم جهاز الفني الجديد عبد الناصر محمد مدير للكرة وحمد إبراهيم مدربا عام ومصطفى كمال مدرب لحرس المرمى أنا للتزام دايما بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكرة بطير بحي وعندي عمي أنا أنت وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى والبداية من كرة اليد حيث أعلن عاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عن القائمة والتي ستسافر إلى تونس غدا للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية والمقرر لها الفترة من 21 وحتى 30 أكتوبر الجاري وضمت قائمة كل مننا هذه رفعة وسيد محمد ومحمد عصام عمر الوكيل محمود عاصم عمر حجاج ومصطفى خليل ومحمود زكي ومحمد عبد الوارس وإسلام حسن ممضوح طه وأحمد حسام ومحمود فايز وعمر الأليوبي وإبراهيم المصري وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وسيد العرق ينظم جهاز تنس بنادي الأهلي ندوى بعنوان تغذية رياضية للعبية التنس يوم القميس المقبل بقاعة فكري يضغط بمقار الناجي بالجزيرة ويحاضر في الندوى الدكتور أحمد محمود أخصائي التغذية الرياضية ومحاضر التغذية العلاجية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة والدكتور صلاح درويش أخصائي التغذية الرياضية ومحاضر التغذية العلاجية بكلية طب جامعة المنوفية سوية الزوجان المصريان علي فرج ونور الطيب بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للأسكواش لفئتين الرجال والسيدات مساء سبت في فلدلفيا وبات فرج والطيب أول شخصين متزوجين يفوزان سويا بلقب البطولة وفز فرج بلقب فئة الرجال بعد فوزه في النهائي على مواطنه محمد الشرمجي بثلاثة أشواط دون رجل كما فزت الطيب في النهائي فئة السيدات على مواطنتها رميم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين كواسق قصير ونعود إلى جولة في ملاب العالمي اشتركوا في القناة وإلى جولة في ملاب العالمي حيث أشهد الأرجنطيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلاتيكو مادريت بمواطنه ليون الماسي هداف برشلونة بعد الأداء الرائع والذي قدمه خلال مباراة الفريقين أمس السفت التي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الأسباني ورغم عدم تسجيل ماسي أهداف في مباراة الأمس إلا أن سيميوني قال خلال المؤتمر الصحفي ميسي قدم مباراة استثنائية وأضف سيميوني ميسي كان مذهلا لم يعاني من الإنهاك كما كان يتوقع أو يتوقع البعض بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال موسيقى موسيقى ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلون الأسباني يسعى للتعاقد مع الهولندي برجل فاندايك لعب سات هامتن الإنجليزي لتعزيز خط دفاع الفريق في يناير المقبل وقال الصحفة ميرر البريطانية أن نادي برشلون أرسل عددا من الكشفين لمتابعة فاندايك مع منتخب بلاده في أسبوع التوقف الدولي رغبة في الحصول على خدماته في الانتقالات الشطوية وأضحت الصحفة أن سات هامتن يفضل بيع اللاعب لفريق خارج إنجلترا ولذلك فإنهم لا يمانعون في فتح قنوات اتصال مع النادي الكتالوني بشأن فاندايك موسيقى خيمت عدل السلبية على مباراة إبار مع ضيفه ديبورتيفولا كورونا اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدور الأسباني لكرة القدم وحصل كل فريق نقطة ليرفع ديبورتيفو رصيده إلى ثماني قاط في المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة أمام إبار صاحب المركز السادس عشر وحقق ديبورتيفو انتصارين وتعادلين وأربع هزائم مقابل انتصارين وتعادل وحيد وخمس هزائم لإبار موسيقى ذكرت تقارير صحفية أن خيمس رودريغيس لاعب باير ميونيخ الألماني يدرس الانتقال الدوري الأمريكي في الكرة المقبلة وذكرت صحيفة دانبالون أن رودريغيس والذي انتقل لفايرين على سبيل الإعارة لمدة موسمين من ريال مدريد الأسباني يدرس الانتقال لنادي أورلاندو سيتي أو نيويورك سيتي وأوضحت أن اللاعب الكولمبي انتقل للنادي البافاري نظرا لوجود الإيطالي كارلو أنشيلاتي على رأس القيادة الفنية للفريق لكن بعد إقالة أنشيلاتي أصبح مستقبله في صفوف الفايرين في مهب الريح وقال دانبالون أن خيمس قد ينتقل لأورلاندو كبديل للاعب ككسانع ألعاب الفريق اعتذر اليوم الأحد الأرجنطيني الدولي باولو ديبالا مهاجم يوفنتس الإيطالي لجمهير الفريق بعد إهداره ركلة جزاء وإضاعاته فرصة خصف نقطة التعادل أمام لاتسيو في لقاء الفريقين مساء أمس وانتهى لقاء الجولة الثمنة من الدور الإيطالي بفوز لاسيو بهدفه لهدف على ملعب يوفنتس أرينا وأهدر ديبالا ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة ونشر اللاعب اعتذارا رسميا لجمهير اليوفنتس عبر حسابه على موقع التواصل اجتماعي تويتر قال فيه من صعب ارتكاب الأخطاء متأسف لكن يجب أن نعود للطريق الصحيح بحماس بداية من يوم الأربعاء قائلة متابعة أخبار الأهل في الصحة المواقع الإلكترونية والبداية من واوبة الأهرام الأهلي يطرح تباكس المباراة الأهلي والنجم في البطولة الأفريقية غدا المصر اليوم هشام محمد يتعافى من كسر اليد ويدعم الأهلي أمام الرجاق الوفد اليوم الأهلي يختم استعداداته لمواجهة الرجاق ومن الوطن سبورت مالانبي يقترب من المشاركة في مواجهة الأهلي أمام الرجاق من الشروع الأهلي يفتح باب الترشح للانتخابات ومن البواب سبورت إكرامي يشارك في ميران الأهلي ومن فيتو البدري استقر على عودة التونسي لقائمة الأهلي أمام الرجاق ومن يورت فورت عربية الأهلي يفتح بالاعتبار عن ودية أتلاتيكو مدريد وقبل ختام نشرتنا ما فقرت زي النهاردة زي النهاردة في 15 أكتوبر من عام 2015 فوجه الأهلي بلقب السوبر المصري عقب فوزه على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب هزع بن زايد بالإمارات وسجل أهداف الأهلي عبدالله السعيد بواقع هدفين من ركلتي جزاء ومؤمن زكريا هدف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة